اهلا بكم مشاهدينا في موجز الاخبار من قناتكم الاقتصادية الاولى بداية اكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي على اهمية التنسيق مع السلطات العمومية لضمان نجاح استعقاق السابع من سبتمبر المقبل وخلال زيارة اقول قادته لعينة مشنت شدد شرفي على ضرورة التعاول لتلبية احتياجات الناخبين وتوفير مكاتب تصويت قريبة من اماكن سكنهم موضحا ان القانون يتطلب التنسيق في الحادي عشر مجالا بما فيه ذلك النظام العام الانتخابي هذا وتحمل الانتخابات المقبلة شعار تثبيت المسار الانتخابي الديمقراطي وستكون خطوة مفصلية اقول في تجاوز السلبيات السابقة التي عانى منها الشعب وفق ما اكده شرفي اشرف وزير السياحة مختار دي دوش برفقة عدد من اعضاء الحكومة صباحة اليوم على افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للصالون الدولي للسياحة والاسفار ويهدف الصالون الى تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة وتطوير السياحة في البلاد نظرا لما تسخر به الجزائر من مقاومات ومقدرات وامكانة في هذا القطع انطلقت اليوم الخميس اشغال الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وذلك بقصر الامم نادي السنوبر تتناول الدورة مناقشة تقريرين رئيسيين الاول حول حصيلة عام 2023 والثاني حول التنمية الاجتماعية والبيئية الذي يستعرض ابرز الانجازات والتحديات الكبرى خلال الفترة من 2019 الى 2023 وسيتم عرض التقريرين على الجمعية العامة لملاقشتهما والمصادقة عليهما اقتحم عشرات المستوطنين الصهاين اليوم الخميس باحات المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة حسب ما افادت به وكالة الانباء الفلسطينية وفا المستوطنون نفذوا جولات استفزازية وادوا تقوسا تلمودية في باحات المسجد كما شددت قوات العدو السهيوني اجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس وحول المسجد الاقصى في ظل سلسلة من الانتهاكات والاختحمات التي تستهدف المسجد بهدف فرض السيطرة الكاملة عليه وفي رياضة اعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اليوم في لدوة صحفية عن قائمة الخضر المعنية بتربص جوان القادم القائمة عرفت غياب قائد الخضر رياض محرز للمرة الثانية على التوالي وهداف البطولة الوطنية يوسف بليلي فيما ضمت عددا من اللاعبين المحليين ابرزهم شعيب قداد من شباب بالوزداد ومدافعي اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة بالعيد ومداني وسيخوض الخضر مبارتين همتين لمن تصفيات كأس العالم 2026 امام منتخب غينيا يوم 6 جوان واوغندا يوم العشر من جوان القادم نهاية الموجز مشاهدينا الى اللقاء